ده يخليني أرجع للتاريخ رئيس عفتاح سيسي استلم شبه دولة شبه دولة تلاحقها المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية من كل اتجاه دولة تواجه بعنف وإرهاب ممنهج ومنظم عمليات استهدفت سيناء وعزل سيناء عن الوطن عمليات استهدفت المنشآت استهدفت المواطنين استهدفت قيادات وجنود وضباط من جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة وقضاءنا النزيه ويمكن دايما نفتكر كلمة الرئيس عفتاح سيسي بعد 3 يوليو ولما ازدادت عمليات العنف والإرهاب لما الجيش مصري العظيم تلقت ضربة على صدره بالنيابة عنكم يا مصريين الجيش اللي انحاز لنا اللي أنقذنا من نفق مظلم ومن حرب أهلية القائد الوطني اللي حمل روحه على كفه وانحاز لثورة 30 يونيو وانحاز للشعب المصري كان دايما في ذهنه بناء الدولة المصرية كان دايما يتكلم ويقول ان فيه 3 تحديات بوجهه اي رئيس جمهورية جاي لما البعض بيقول له فندم لازم تنزل وغيره وغيره أول تحدي ان الشعب المصري بياخد فقط 10% من احتياجاته يعني اللي احتياجاته 100 جنيه احنا نقدرش تديله اللي 10 جنيه وضعنا الاقتصادي كده حاجة تانية ان مؤسسات الدولة تأكلت في الفترة اللي فاتت كل واحد ماشي في الطريق يضرب حجر كل واحد ماشي في الطريق يكتب كل واحد قاعد في فضائية على كرسي ويقول لك والشرطة كذا كذا وحكم العسكر كذا 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 كنا بنشوف الاشكال التعبانة دي وكنا بنشوف كلامهم ولغتهم وكنا دايما لما بندافع عن جيشنا الوطني وعن شرطتنا الباسلة يطلع قولك الحق الصفة بكر ده بتاع العسكر الحق مش عارف مين ده بتاع كذا لكن كنا بنتحمل لان عارفين ده جيش بلدنا وعارفين ان دي شرطتنا وعارفين ده قضاءنا العادل النزيه اللي اصدر احكام في ظل الفوضى وتكسرت المحاكم وعرب القضاء ولكن ما فيش قاضي بعد ضميره وقال الزابط ده اتل وهو ما اتلش ما فيش انسان من مؤسسة العسكرية مستقبل وهو قائد عام وقال الخارطة دي قال حنعمل دستور وحنعمل انتخابات رئاسية وحنعمل مجلس نواب وذكر مجموعة من المحددات الأساسية وتعمل دستور 2014 وجرية انتخابات رئاسية وجرية انتخابات برلمانية كان ممكن يركن الكلام ده كله قولك بعدين مجلس نواب ده خليه بعدين مش عارف ايه بعدين ونعمل فترة انتقالية ونطولها اكتر من كده لكن زي ما قال سنة تولى فيها الرئيس عدل منصور الرئاسة المؤقتة ثم سلم السلطة مع اول انتخابات رئاسية دستور استفتي عليه على الشعب المصري بعد ما كان في لجنة الخمسين قاعدة بتدرسي يعني احنا بنبني دولة اختصاد كان منهار ديون لشركات البترول والغز والبتاع حدس ولا حرج سلع مش قادرين نجيبها من برا احتياطي نغضي نزل معدلات نمو نزلت الكهرباء بتطقط عليه النهار فوضى سائدة تراجع في الاداء فساد منتشر يعمل ايه رئيس الدولة يعمل ايه هيكلف القطاع الخاص ويقوله النبي اعملي المشروعات دي في الظرف ثلاث شهور ببا مش عامل مع عبدالناصر اللي تجربة في الخمسينات مع القطاع الخاص اللي نكس وبقى قضية الربح بالنسبة له لكن في وطنيين في القطاع الخاص وفي ناس محترمة في القطاع الخاص وفي ناس مصلحتها هي مصلحة البلد واوجد الرئيس بيئة تشريعية وبيئة مناسبة وقال عشان اشغل البلد ابدأ بالبنية التحتية مين اللي ينجز